والكل الآن يتحدث عن الأحداث الجارية في الأراضي السورية وكيف تمكنت فصائل المعارضة السورية من التقدم أكثر وأكثر إلى أن تصبح على مشارف مدينة حلب الجيش التركي يتابع عن كسب وعن ترقب هذه تطورات ألهامة ويقولون بأن الجيش التركي الآن على أهبة الاستعداد من أجل الدفاع عن جنوده الذين يتوجدون في الأراضي السورية وكان لافت للنظر بأن قوات المعارضة السورية وهي تهاجم قوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي كانت تمتلك طائرات مسيرة استطاعت من خلالها أن توجه ضربات موجعة ومؤلمة لقوات بشار الأسد التي قامت بالهروب من مواقعها حتى الآن يقولون بأن رجال المعارضة يسيطرون على حوالي 293 كيلو متر من الأراضي السورية يتوقع كثير من الخبراء أن يتمكن رجال المعارضة السورية من دخول مدينة حلب في هذه الأيام ترجمة نانسي قنقر